السلام عليكم ورحمة الله وشباب. ان شاء الله نتكلم عن اه ثروه الكمبوننت باكتجي في الفيديو ده. باكتجي كلمة باكتجي يا شباب بتاعني او بتاع العنصر بتاعي. يعني لو شاري مقاومة وبقولك المقاومة دي بتاعها ايه? انا اقصد بالباكتج ايه الشكل بتاع المقاومة وايه الابعاد بتاعته. تمام? يبقى اي باكتجي بتمثل او بتعبر عن شكل الكمبوننت وعن بتاعه. طيب طيب يا شباب. اه طالما اتكلمنا المفروض ان عندنا نظامين اساسيين. اه بنقدر ان احنا ناخد منهم بتاعتنا. اول حاجة النظام اللي هو اللي هو النظام ده نظام فرنسي دي الوحدات. النظام الفرنسي ده هناخد منه بس تلات وحدات هنتعامل بهم اللي هو السنتي والملي متر والمايكرو متر. وفيه النظام البريطاني اللي هو البريتش اه النظام قصد الانجليزي اللي هو البريتش امبريال سيستم. تمام? اه ده بيتعامل بنظام وحاجة ما الثوء. الثوء ده اللي هو واحد على الف من الانش. وفي نفس الوقت الواحد ثوء بيساوي واحد ميلي انش. والعشرة ميلي انش بتساوي اه تقريبا ربع ميلي متر. تمام? الوحدات دي لازم تكون عارفة في دماغك لانه لما تيجي تشتعل على ايه برنامج بيس بيه زي مسلا او او ايجل او سيرجة وزرد اي برنامج. اه هتلاقيه بيتعامل يا اما بالملي بالملي متر. يا اما بالملي انش يا اما بالانش. يا اما بيتعامل بهم كلهم وانت بتقدر انت تغير الوحدات. فلازم تكون عارفة الوحدات دي عبارة عن ايه وبتعبر اه عن ايه? طيب يا شباب هم ليه بقى عاملوا موضوع الباكتش ده? يعني هم ليه الناس جوم كده اه اتفقوا وقالوا ان العناصر بتاعتنا لازم نحطها في باكتج معينة او لازم نحطها في شكل معين وابعاد معينة العالم كل لازم يتفق عليها. يعني مثلا لو انا عندي مقاومة مثلا اه اس ام دي. مقاومة سطحية. المقاومة السطحية دي لو انت روحت اشتريتها من اي شركة. تمام? نفس القيمة هتلاقي نفس الابعاد. يعني مقاومة مسلا عشرة كيل وربع وط. لو اشتريتها من شركة اه فلانية او اشتريتها من شركة اكس او من شركة واي. هتلاقيهم كلهم نفس الايه? نفس الابعاد ونفس. تمام? طب ليه عملوا الكلام ده? قال لك لان انت ممكن لو انت مثلا عاوز تعمل الف دايرة عاوز تعمل الف بردة الكترونية فطبعا بتروح تتفق مع مصنع وتقول له ايه وتدل الملفات بتاع التصنيع وتقول له ان عاوزك تصنع لي دايرة البي سي بي دي فالمصنع طبعا مش هيجيب ناس ويقعدهم ويقول لهم جمعوا الكمبوننت ولحموها والكلام ده لا طبعا الكلام ده كله بيتم عن طريق مكينات المكينات دي بتبتدي ترص الكمبوننت على البردة بتاعتك وتبتدي انها هتلحم لك الكمبوننتني كملك طيب المكينات دي بتيبقى متبرمجة ازاي المكينات دي بتيبقى متبرمجة على اساس ايه على اساس الباكتج بتاع العنصر او على اساس الباكتج بتاع الحنصر يعني انا بقول له المكينات خذي مقومة مثلا الباكتج بتاعتها كذا حطيها مثلا في المكان الفلان خذي مقومة مثلاっ 110 كيلو ربع وقت امام باكتج معينة حطيها في المكان الفلاني على البرد فدي مكانة هي اللي بتعملها فتخيل بقى لو كل شركة بتصنع بمزاكها بابعاد مختلفة باشكال مختلفة يبقى كده طبعا المكينات تفشل تمام لان المكينة انا بدخل لها الباكتجز الموجودة في العالم كله فلو العالم كله مش متفق على ستندر واحد ماشي عليه الدنيا هتبوز هتلاقي المكينة مثلا فيها مليون نوع فطبعا ما فيش مكينة هتشيل مليون نوع تمام طيب تعالوا مسلا هنروح على الموقع اللي قدامنا ده ونشوف مسلا قال لك ان يا شباب اللي هي اللي هي تمام قال لك دي ما بتخدعش يعني هو بقول لك هنا يعني قال لك ان المقاومات اللي هي السروهول دية ما لهاش ستندر معين انت المقاومة اللي تشتريها وروح شوف الداتاشيب بتاعتها تمام طيب قال لك برضو انت بتختار المقاومات دي بناءا عليه او انا بحدد بتاع المقاومات السروهول دي بناءا عليه قال لك بناءا على الوط بتاعها يعني مسلا لو انت جيت على الجدول اللي تحت ده هنا مسلا دي مقاومة تمن وط تمن وط قال لك اللي اللي بتاعها يعني طول الجسم بتاع المقاومة قال لك 3 ميلي. ممكن يزيد او يقل 3 من 10 ميلي. طوليرانس يعاني. تمام؟ وقال لك ان الارتفاع بتاعة او المقاومة 1.8 من 10 ميلي. والليد لينتز اللي هو طول السلك بتاع المقاومة 89 ميلي متري يا. تق GIببان اثنين تلاتة سنطري. يجبلك الكتر بتاع الباية. اللي هو الكتر بتاع السلك بتاع المقاومة اللي هو انت هتخروم له في البوردة. وبعدين تحطه بعدين تلخمه. الكتر بتاعها 45 ممية. يعني لو انت جبت بونطة خمسة من عشرة ملي وخرمت بوردة البي سي بي يبقى الليد ده هيعد من الخرم عادي وتقدر ان انت تلحمه. تمام? طيب. يبقى بالتالي يا شباب موضوع ده مهم جدا جدا جدا. ليه بقى? انا دلوقتي بصمم دايرة البي سي بي. عندي الاف الانواع من المقاومات. فانا قلت لكم عشان تصمم دايرة لازم الاول تروح تشتري الكمبوننت لو انت لسه ما عندكش خبرة اوي. تمام? طيب انت اشتريت الكمبوننت. هتجيب مثلا مقاومة زي دي. فالمقاومة مثلا زي دية انت لقيتها ان هي ربع وط. فهتروح هنا على الجدول ده. المقاومة الربع وط. يبقى البعد ما بين الرجلين بتاعها. اللي هو ال ال ده. عامل كام? البعد ما بين الرجلين? ستة ونص ملي. تمام? فانت مثلا تروح جايي حاطط الباكيج بتاعتك او مختار باكيج على البرنامج بتاع البي سي بي. يكون البعد ما بين رجلينه ستة ونص ملي متر. تمام? بحيس لما انت بحيس لما انت تصمم الدايرة وتيجي تحط المقاومة بتاعتك في الخرمين على الدايرة. المقاومة تركب. يعني دخيل مثلا بردة البي سي بي اللي قدامك دي. انت رح تصنعت البردة دي. وعندك ادي خرم هنا هو. اللي هو الاولاني ده. وادي الخرم التاني ده. وانا افترض ان المسافة ما بين الاتنين هولز ده. الهول ده والهول ده. انا افترض الجسم المقاومة نفسه اكبر من البعد ما بين الخرمين اللي انت عاملهم في البي سي بي. فالمقاومة هيبقى تركبها صعب جدا في البي سي بي بتاعتك. عشان كده لازم الاول تكون عارف المقاومة بتاعتك. الجسم بتاعتها دي. والبعد ما بين الليتز بتوحها دي. عشان تعمل لها خرمين مزبوطين على قدها في البي سي بي. مسلا الضايد اللي قدامنا ده. انا افترض ان البعد ما بين رجلينه مسلا واحد سنتي. وانا جبت ضايد الجسم بتاعت ضايد نفسه اتنين سنتي مسلا. يعني اكبر اصلا من المسافة ما بين الخرمين دول. فبالتالي مش هتعرف تركب الضايد اصلا على البي سي بي. فعشان كده لازم تكون عارف الباكيج بتاع العنصر اللي انت هتركبه. وعارف المسافة ما بين الرجلين بتوعه قد ايه. واحنا دايما في البي سي بي بنعرف المسافة ما بين الرجلين. بتوع اي عنصر بنسميها الفوت برينت. الفوت برينت. طيب تعالوا ناخد نفتح برنامج كده. ونفتح البروجيكت اللي كنا عاملينه المرة اللي فاتت. ونشوف كده اه كزا مسائل على الايه? على انواع الباكيج. قادي برنامج ايه يا شباب لو فتحته. وبعد كده فتحت بتاعتنا من هنا. تمام بعد كده اروح اجيب الكمبون انت بتاعتي من العنصر اللي هنا ده. قادي الكمبوننت قدامك يا شباب. لو انت جيت تفتح الكمبوننت وما لاتهاش موجودة هنا في الجنب اليمين. ممكن تيجي من من تحت من هنا. وتختار تعلم على الكمبوننت اللي موجودة هنا دي. طيب بعد كده يا شباب قدوا ان احنا عندنا مكتبتين نازلين باي ديفولت في اللي هي المسلينيس ديفايسيز والمسلينيس ايه كونكتور. لو انت جيت هنا مسلا كتبت آآ ريزيستور هتلاقي هنا جالك انواع كتير جدا من الايه من المقاومات. فاحنا مسلا خلينا في المقاومات السابتة بتاعتي. لو انت جيت هنا هتلاقي عندك ريزيستور واحد ريزيستور هتلاقي كاتب لك هنا في الفوت برينت ايه? الفوت برينت كاتب لك اكسيال تلاتة من عشرة. طيب ايه يا شباب التلاتة من عشرة دي? دي تلاتة من عشرة انش. تلاتة من عشرة انش. لو انت جيت هنا يا شباب على اي موقع اونلاين وجددت تلاتة من عشرة انش هتلاقي بتساوي سبعة اتنين وستين من مية ملي يعني اقول تمانية ملي يعني بالتالي المقاومة بتاعتك يا شباب اللي هي اللي هنا تحت دي البعد ما بين رجلينها على البيسي بي ما بين الرجل الاولينة اللي قدامك دي وبين الرجل التانية دي هيكون تمانية آآ ملي متر اللي هي المقاومة الربع وط العادية اللي احنا ايه اللي احنا عارفينها كلها وكاتب لك هنا لو احنا قربنا الشاشة شوية كده هتلاقي كاتب لك هنا يا شباب ايه كاتب لك ان المقاومة دي يعني مقاومة محورية وهي وبعدين لها اتنين طرف اتنين ليد وبقول لك تلاتة من عشرة يعني المسافة ما بين الرجلين بتوحها تلاتة من عشرة انش يعني تمانية آآ ملي آآ ملي متر تمام؟ زي انت شايفين كده كتب لك عليها هنا في اللي هي اكسيال تلاتة آآ من عشرة طيب طيب لو احنا نزلنا على المقاومة اللي تحتها كده يا شباب هتلاقي ان المقاومة اللي تحتها الشكل بتاعها نفسه كبر شوية تمام؟ بجقول لك هنا ان بتاعها اربعة من عشرة انش اربعة من عشرة انش ديات يعني اقول مش هتبقى ايه آآ اكبر من تمانية ملي قولها هتبقى عشر اتناشر ملي تمام؟ طيب فبالتالي عشان آآ تشتغل مزبوط لازم الاول تشتري الكمبوننت بتاعتك قبل ما تصمم الدائرة وتعرف بالزبط ما بين آآ كل رجل ورجلة في العنصر اللي انت مش تري قد ايه? وتيجي هنا تختارها اختيار صحيح على البرنامج. يعني لو انت اشتريت مقاومة كبيرة شوية هتروح مسلا تختار المقاومة اللي هي الاربعة من عشرة انش. المسافة من رجلين بتوحها اربعة من عشرة انش. اشتريت المقاومة العاديا اللي هي الربع وقت ديت يبقى هتختار الاكسيال تلاتة من عشرة اللي هي البعدي بالرجلينة تقريبا تمانية آآ ملي متر. طبعا انا لو قعدت اشرح في انواع الباكيجيز للعناصر المختلفة ممكن نعد للسنة الجاية نشرح فيها ومش هتخلص. احنا نعمل ايه? آآ انا دايما بحب بشغلي ان انا ان انا آآ مسلا هشتغل دايرة فيها مقاومات ومكسفات يبقى اشرح الباكيجيز الخاصة بالمقاومات ومكسفات. هشتغل مسلا في دايرة فيها اي سي معين يبقى اشرح الباكيجي بتاع الاي سي المعين دا. تمام? يبقى الحاجة اللي انت هتشتغلها يبقى تعرف معلومات عنها. فبالتالي المعلومة اللي انت هتتذكرها وهتطبقها هتثبت في دماغك. اما لو اديتك المعلومات النظرية كلها مسلا في في اربع خمس فيديوهات او عشر فيديوهات حتى. المعلومات دي طبعا مش هتثبت في دماغك ولا هتثبت في دماغك انا نفسك. تمام? انت بس اشتغل بالطريقة اللي انا شغال بها دي. اه الحاجة اللي انت هتعملها تعرفها. تمام? يعني جاية دايرة جديدة عاو سيصممها يبقى تعرف بتاعتها كلها. اه عملت دايرة غيرها اجدد يبقى تعرف برضو بتاعتها كل شوية تزيد المعرفة بتاعتك شوية. في الفيديو الجاي بقى هنبتدي بقى نرص بتاعتنا في ونبتدي بقى نشرح في اه برنامج بتاعنا. وطبعا كل هتقابلنا هنبتدي ان احنا نشرحها. اه كل حاجة جديدة هنستخدمها في برنامج هنشرحها. طبعا انا ما بحبش برضو ان انا اروح جاية داخل على البرنامج كده شرح لك الايكونات كلها وشرح لك اه الشرايط والكلام ده. لا انا ما بحبش الكلام ده. انا احنا بنشتغل. الحاجة اللي احنا محتاجين هنتعلمها. تمام? لان مستحيل ان انت تعرف كل حاجة في البرنامج. انت مع مرور الوقت كل فترة هتلاقي نفسك بتكتسب معرفة اكتر. كل فترة هتتعود على البرنامج اكتر. وهكذا. لحد ما تلاقي ان البرنامج في ايديك زي المية. فان شاء الله نتقابل الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله.